أهلا بكم اليوم راح نشرح طريقة في هواتف أندرويد مكنة من قراءة الرسائل اللي تم حذفها من قبلنا أو من قبل صاحب الرسالة وطبعا هذه الطريقة مجنونة جدا ورهيبة وبدون استخدام أي برنامج وآمنة جدا هذه الطريقة سهلة وبسيطة وبخطوات معدودة نقدر نفعلها حتى نستفاد من عدها بشكل الأحرق طبعا نذهب إلى الإعدادات ومن ثم نذهب إلى الإشعارات ومن ثم نذهب إلى الضبط المتقدم أو الضبط أو بشكل مباشر راح نشاهد هذا الخيار اللي هو سجل الإشعارات ضرورة جدا أنه ندخل إلى هذا الخيار وطبعا لو شاهدنا أنه الخيار موقف يعني لو كان بهذه الطريقة نفتح هذا الخيار طبعا البرنامج راح يسجل لنا كل الإشعارات اللي تم إرسالها ويحفظنيها بهذا المكان حتى وإن تم حذفها من التطبيقات واتساب، انستجرام وفيسبوك وكل برامج التواصل طبعا كل الإشعارات راح تكون موجودة هنانا بعد ما فعلنا هذا الخيار يعني الإشعارات القادمة اللي بعد تفعيل هذا الخيار راح تكون هنا موجودة وطبعا بإمكاننا أنه ندخل إلى هذا المكان ونشاهد جميع الإشعارات طبعا الخيار مهم جدا حتى نقدر من خلاله نشاهد كل الإشعارات المحذوفة وغير المحذوفة بهذا المكان ترجمة نانسي قنقر